موسيقى بقى لنا فترة يعني الفكرة كانت ولدت في 2017 لكن ما كانش فيه يعني حوكمة لها أو صياغتها قانونيا أو لها يعني قاعدة ننطلق منها لكن الحمد لله احنا بدأنا بيها بالدراسة المقننة مع قطاعات عندنا قطاعات استثمارية كبيرة عندنا خبرات هم رؤساء يعني رئيس البورصة المصرية ورئيس أكبر الشركات اللي موجودة في قطاع الأسهم موجود عضو مجلس زارة وكمان محاوكم فيه شركة استشارة قانونية وشركة مراجعة عملية من الشركات الكبيرة ومجلس زارة باشه في رئاسته ونائب رئيس مجلس زارة هو رئيس بنك مصر وكمان وجود نائب رئيس البنك الأهلي المصري ومنوك استثمارية قطاعات مختلفة في الحياة مع خبرات رياضية عندنا لجنة رياضية وعندنا لجنة استثمارية وتنمية موارد الحلم أصبح حقيقة الحمد لله النهاردة بندشن إطلاق هذا الصندوق الفكرة دي بدأت في عام 2018 الحمد لله أن بالتعاون مع الوزير الناشط الدكتور أشرف صبحي وضعناها موضع التنفيذ لما فتحنا الابتتاب اللي جاءنا للبنوك البنوك في لمح البصر ساهمت في الصندوق النهاردة وصلنا في مدة قليلة جدا أكتر من 50 مليون جنيه مساهمة من وزارة الشباب والرياضة من بنك مصر من البنوك زي الأستاذ الشام طلعت مصطفى ساهم برضو بمبلغ 4 مليون جنيه فدي خطوة أن احنا بنجهز لأبطال أولمبياد احنا عاوزين أن احنا إن شاء الله الميدانيات تزيد في الأعوام القادمة نهاردة حتى فيه افتتاح صندوق دعم الرياضة أو صندوق دعم الرياضة المصرية والصندوق ده دعم خيري والصندوق اقتصادي في الوجه الأول والأخير تحت رقابة هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى أن صندوق لأهداف كتيرة جدا من أهمها أن احنا نساهم في دعم الأبطال الرياضيين في منظومة الرياضة المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب من جانب بالتعاون مع اللجنة الأولمبياد المصرية أو الاتحادات الرياضية مش كده بس الأبطال قبل ما ينخرطوا أو يتجهوا لهذه الاتجاهات الأندية والاتحادات بيكونوا في المشروعات القومية الخاصة بانتقاء الموهوبين أو المبدعين أو المشروعات الخاصة بتأهيل اللاعبين عشان يخشوا في المنظومة احنا هنكون موجودين معاهم في الفترة ما بين انضمامهم لهذه الجهات صندوق دعم الرياضة بيقدم وبيشارك الوزارة والاتحادات في هذا الصندوق ده هيدعم اللاعبين أو الأبطال اللي احنا شايفين أنه ممكن يجيبوا لنا ميداليات ذهبية احنا مش بنبص على ميداليات برونزية أو فضية احنا أمننا أن مصر تبقى بتجيب ميداليات ذهبية فإن شاء الله دي بداية وإن احنا نوصل على الأقل يعني أمننا أن احنا نوصل لمليار جنيه ودعم أبطالنا أنه يبقى عندنا مئة مليون محمد صلاح الصندوق ده فعلا هدف كبير جدا وهيدي طموح لأبطال كثيرة جدا كانوا من 80 فرصة أن حد يرعوهم حد يهتم بيهم وحد يتعامل معهم بصفة علمية وصواب علمي نفسي طربوي كل ده من أهداف الصندوق وإن شاء الله الصندوق يعني وفقا للخطة المحطوط يعني أهداف وسياسات بتاعته نقدر نصنع أبطال أولمبيين احنا هدفنا كله 28 28 دور الأولمبية إزاي نقدر يعني بدلا ما كنا ست سبع مدليات في الدور التوقي لا نقدر نحقق أكتر من كده بكتير ونحقق طموح كل 110 مليون مواطن مصري